موسيقى كده ولو كمسؤولين عن غياضة عارفين يعني ايه قيمة النادي الاهلي ان شاء الله الامور في الفترة اللي جاية يبقى ليها حل من الحلول خليه اكلمكم قبل ما اروح طبعا واستقبل ضيوفي في الفقرة التانية نجوم مصر ونجوم النادي الاهلي كابتن اسامة عرابي وكابتن محمد عبدالجيليل طبعا اتكلم على بداية الموسم النهاردة كان فيه مباراتين المؤولين العرب والرجاء وفوز للمقاولون العرب 3-0 طبعا احرز الاهداف احمد علي وشكر النجيب ومحمد فاروق وكان فيه ايضا مباراة قبلها مباراة الدخلية وبترجيت وتعادل ايجابي واحد واحد امامنا على الشاشة طبعا دي اهداف المباراة احمد علي طبعا بيحرز الهدف وشكر النجيب طبعا اللعب المميز ومحمد فاروق اللعب ايضا المميز لفريق نادي المؤولين من ضرب الجزاء 3 اهداف لفريق المقاولون على الرجاء الصعد مرة اخرى ليه الدور الممتاز بيمثل طبعا منطقة جميلة جدا فيه شمال السحل الشمالي طبعا منطقة طبعا طبعا كلنا بنحب التواجد فيها بالسمرار لكن طبعا زي ما بقول لكم الدور السناني دي هيبقى مختلف دور قوي زي ما بنتكلم دور انضم بقى اتحاد الكورة واللي انا كنت عايز اتكلم معليه من خلال حضراتكم فيه هو الاربع لعبين قبل ما نروح للجزئة دي موتش تاني طبعا الدخلية وبتروجيت احمد سيميل فرق بيوحرز الهدف الاول للدخلية ولكن طبعا جهات جنيه دي يتعادل لفريق بتروجيت في مرماه بهدف في مرماه وتعادل الواحد واحد وتنتهي هذه المباراة بالنتيجة الايجابية واحد واحد ويبقى كده المقاولون هو اول الدوري حتى الان فيه جدول ترتيب الدول يعني كنت بتكلم على جزئية الاربع اجانب او اربع اللعبين المحترفين اللي صرح الاتحاد الكورة من خلال طبعا فترة اللي فاتت ان هم يبقوا موجودين ضمن القايمة الموجودة لكل الاندية المصرية يمكن في الاول كان فيه كلام ان فيه اربع او كان فيه طلب رسمي من نادي الزمالك لأتحاد الكورة بقيد اربع لعبين محترفين في القايمة الخاصة وده كان طلب رسمي بجواب رسمي لاتحاد الكورة اتحاد الكورة بعدها جي رفض قالك لا هم تلات لعبين وانكن تتذكروا معايا هذا الموقف لكن بعد فترة تحاد الكورة مرة اخرى قرر ان من خلال الضوابط الموجودة اللي هو بيحطها وللمصلحة العامة للكورة المصرية والمستوى الفني للدور المصري انه يبقى فيه اربع لعبين محترفين ولكن هو قالها اربع لعبين محترفين من غير بقى ما يوضح للاندية من خلال طبعا بيان او من خلال خطاب موجود رسمي للاندية هل اللعبين اللي الاربعة دول هيلعبوا كلهم في توقيت واحد او في التشكيل الاساسي ولا تلاتة بس منهم هم هم هل هيبقوا موجودين في التشكيل الاساسي والرابع او الرابع اللعبين المحترفين هيبقى موجود برا طبعا اي نادي بيجيب لعبين محترفين بيحاب بان هو يستفاد منهم اكبر استفادة او استفادة كاملة في شكل كبير لطبعا لما نيجي نتكلم انا واحد من الناس اللعبين المحترفين وجودهم في الدور المصري هو بيرفع من المستوى الفني للدور المصري طبعا انت هدفك هو المنتخب مفيش مشكلة خاصة لكن برضو احنا بنشوف دور انجليزي الدور الاطالي الدور الاسباني عدد المحترفين بيخلي ليه طعم تاني صناعة الكرة وصناعة الدور الممتاز وحقوق الرعاية والتصويق لهذا الدور كل ما بيبقى حلاوة فيه والفنيات عالية كل ما بيبقى صناعة الكرة بتزداد تزدهر بشكل كبير الفلوس بتزداد بشكل كبير للدولة بتزداد بشكل كبير لاتحاد الكرة الامور بتتحسن بشكل كبير فبالتالي تقدر انت تتعامل مع منتخب مصر بشكل افضل ولكن طبعا اتحاد الكرة بعد فترة او مبارح يعني بالذات كيه وقال يا جماعة لا هم تلات لعبين فقط في التشكيل الاساسي او في القائمة الخاصة بالمباراة واللاعب الرابع المحترف هو برا هذه القائمة طب ازاي انت يعني عايز اروح اجيب لعيبة بملايين وبعد كده اقعدوا برا ما استفدش بيه هذه النقطة هي المشكلة مش يعني حكاة فيها انه انا لما كنت قبل كده كنادي من اندية بتقول انا عايز اربعة قلت له لا او هلعب بتلاتة ورجعت بعد كده تاني تقول لا خلاص اربعة ده كده الموضوع في انا في انا في اندية باكلها بميكالين او بخاف منها او بخاف من الصوت العالي لا دي حاجة في حد ذاتها مش كويسة النادي الاهلي مبارح باخر صفقاته في اللعبين المحترفين فكمان مشانبي اعتقد ان هو يعني مبلغ وقدره يعني عايزين نقول ان هذا اللعب مبلغ وقدره ان انت ما تستفدش منه مع اللعبين المحترفين اخرين سواه بقى علي معلول وليد ازارو اجايه يعني اعتقد ان الشيء طبعا احنا كرتسال حفيز ان هذا هو بيطلع وبيتكلم على هذا التخبط ليه حق الصراحة الراجل الراجل بيتكلم انت دلوقتي بتروح في اخر لحظات بتدفع مبلغ وقدره عشان تستفاد من هذا اللعب الجديد او اللعبين المحترفين بلاش هذا اللعب يمكن اكيد انت ممكن عايز تستفاد بقى جاي عايز تستفاد بعلي معلول عايز تستفاد بوليد ازارو اللعب ده ما يبقى موجود ده برضو هتستفاد منه يعني اي واحد منه بيبقى موجود في الملعب انت بتدفع فلوس عشان تستفاد منه لكن مش تحطه على الدكة او تحطه فوق في المدرجات هو ده اللي انت اللي احنا بنتكلم عليه فبالتالي كبتنساها فيه من حقه طبعا استغرب من هذا القرار واللي ممكن يكون جاي قبل بداية او انطلاقة الدورة الممتاز بيوم الكلام ده لما انت بتتدي تكرر ان انت هتلعب باربعة او الاربع لعبين المحترفين هم واحد تلاتة منهم هيلعبوا واحد برا لازم من بدري لازم تعمل او اي الجزئي دي من بدري بقرار او بيان رسمي او بيان انت بتبعاته للاندية هو ده اللي انا بتكلم عليه لكن في الاول في الاخر كان في حالة من التخبط في حتة قيد الاربع لعبين او تلاتة اللي انت في الاول رفضت الجزئي دي وعلى كده وفقت بعد كده على الاربع لعبين وعلى كده جيت غيرت الكلام في حتة ان التلاتة بس هم اللي بقوا موجودين والرابع يبقى برا لقيمة ده اللي احنا يعني مش حابين واعتقد ان اتحاد الكورا رماني في البيان اللي اصدره من خلال اليوم او منذ قليل بخصوص هذا الموضوع هو بيكلم ان المصلحة بتتكلم ان هو شايف ان الضوابط والقواعد اللي هو بيحطها اتحاد الكورا في مصلحة الاندية وفي مصلحة منتخب مصر بالتالي فبالتالي نرجو من الاندية يعني التركيز الفني في الدور الممتاز وهو ده شكل البيان او مضمون البيان ولكن طبعا الاندية في الاول في الاخر بتبقى هدفها الاستفادة من كل اللي بتدفع فيه كل مليهم دفعته فبالتالي الوضع كان متأخر ده اللي احنا نتمنى وده جزء دايما من التخبط عندنا اداريا مش في اتحاد الكورا فقط في جميع المجالات يمكن احنا بنجي في اخر لحظة ونروح فاكرين حاجة يا نهرب لا احنا هنزودها عشان احنا نسيناها نحطها او نسينا احنا نقول للاندية في هذا المضمون او هذا الشكل ان لا فيه تلاتة بس هما لعبوا والرابع يبقى بره نتمنى دايما ان تبقى الحاجات تبقى كلير وواضحة من البداية عشان حتى الاندية وهي بتشتري الاندية وهي بتتعامل او بتحط الاستراتيجية بتاعتها على السنة كلها في عملية البيع والشراء بالنسبة لللعبين تبقى عارفة هي تشتغل ازاي هي عارفة الجزء التسويقي بالنسبة لهم او التعاقضات او اللجنة التعاقضات بالنسبة لهم تبقى ماشى بشكل فيه زي ما نقول علم فيه خطوات سبتة خطوات مميزة عشان كده النادي الاهلي هو الوحيد او اللي تكلم النهاردة ما كابسا يا حافيس بقول لحضركم يجيه تلع وتكلم فهو عشان عارف ان احنا بنحط قصص وبنحط زي ما نقول بلان على مدار السنة في حتة البيع والشراء وعملية الانتقالات والاعراض بالنسبة لللعبين بتاعتنا فبالتالي لازم دايما نبقى عارفين ايه القواعد الموجودة منذ البداية فكان حضراتكم قبل كده برضو كان في مشكلة في كأس مصر برضو بخصوص الرعاية وبخصوص بعض المشاكل التسويقية ولكن المواضيع تحلت نرجو انها دايما تبقى من بدري هي دي اللي احنا بنتكلم عليه ولكن طبعا البطولة ابتدت والذي نقول لكم الدوري الممتاز ابتدى النهاردة يا رب ان شاء الله تبقى بداية موفقة للاندية كلها وان شاء الله يبقى البداية موفقة للنادي الاهلي ان شاء الله امام طلاع الجيش وده اللي احنا نتمنىه نتمنى النادي الاهلي تبقى بروفة قوية جدا لمباراة الترجل ان شاء الله يوم 16 هذا الشهر امام طبعا فريق قوي فريق زي الترجل فريق ايضا من اندية الموجودة في القارة الافريقية وشمال الافريقية من الاندية المميزة ودائما ما بيننا وما بينهم دائما تبقى في حده القوة في المنافسة في المباريات سواء عربية او افريقية في البطولات كل ده لازم النادي الاهلي من خلال طبعا توجوده وانطلاقة الدور الممتاز الجديد امام طلاع الجيش تبقى مميزة لو عايزة اكل مك gasでは الدور الممتاز زي ما شايفين طبعا كل أندية وكنا نتكلم مباركة مباركة وكنا نتكلم على جزئية الانتقالات جزئية الاندية اللي بتدت خلاص بتتأهب بشكل كبير من خلال طبعا تواجد لعبين مميزين عملية الانتقالات الداخلية بقى اللي هو لعب من نادي النادي والانتقالات الخارجية الداخلية من لعب من محترف من بره اللي يبقى موجود مع الاندية دي أكيد بتزود بشكل كبير قوة الدولة وقوة الاندية المصرية وده في الآخر بيودينا أن يبقى فيه منتخب قوي منتخب مميز وده اللي احنا بنتمناه وإحنا وراء اتحاد الكورة كامل الاحترام للمهندس هنابوريدة وكل أعضاء مجلس زدارة اتحاد الكورة اللي يعني فيهم نجوم طبعا كبار زكرة حزمام كابتن مجدى عبدالغاني يبقى الصالح في الآوف الآخر هو لمنتخبنا الوطن لأن في الآوف الآخر وصلنا لكسر العالم بحلم وجودنا في كسر العالم ان شاء الله بعد كده بشكل مميز وبعداء مميز والنتائج مميزة ده برضو حلم عندنا ان شاء الله هنيجيله في وقت ملوقعات أو خطوة تانية ان شاء الله من خلال تواجدنا في روسيا 2018 كل ده بيجي من خلال تخطيط سليم من خلال رأي أو ضوابط وقواعد سليمة ومظبوطة من غير ما يبقى فيها أي تخبط هو ده اللي احنا نتمنىه نتبقى بلدنا في الرياضة منظمة بلدنا في الرياضة بتشتغل عن طريق العلم بتشتغل عن طريق الكوادر الكف الكوادر اللي هي بتقدر تاخد قرارات سليمة وتاخد قرارات في توقيت مناسب كل ده احنا بيتمناهم طبعا من خلال صناعة كرة القدم واللي هي دلوقتي اعتقد زي ما احنا بنشوف على مستوى العالم من خلال طبعا الشكل الدوريات الأوروبية من خلال الشكل حتى الدوريات الأمريكا اللاتينية والمتخبات الأمريكا اللاتينية شفنا التصفيات الأوروبية والتصفيات الأمريكا اللاتينية الوضع عامل إزاي يعني الناس دي بتعتمد بشكل كبير على كرة القدم في الدخل القومي بتاعها احنا نتمنى احنا عندنا ما شاء الله دلوقتي ما حصلتش قبل كده في الدول مصري عندنا عدد من اللعبين المحترفين اللي يعني موجودين في افضل الدوليات الاوروبية اعتقد دول يجبوننا فلوس مميزة جدا لمصر او دخل او زي ما بقول العقل دولار او عملة صعبة للبلد ده لازم نستفاد منهم ونزودهم من خلال طبعا تخطيط سليم للكرة مصرية تخطيط سليم لكيفية خروج المحترفين ووجودهم في الفترات القادمة في الدولات الاوروبية ده اللي احنا نتمنى ان يبقى عدد وفير لكن طبعا زي ما بقول لكم ضربة بداية امام طلاقة الجيش نتمنىها تبقى مميزة جدا جدا يا رب ان شاء الله طبعا زي ما بقول لكم استعدادات منذ طبعا رجوع اللعبين الدوليين للفريق الاهلي اول تمرينة كانت العبدالله السعيد ورمي ربيعة واحمد فتحي كانت امبارح يوم الخميس طبعا صالح جمعة عنده شك انه ما يبقاش موجود في المباراة القادمة ولكن ده وضع طبيعي يعني كل اللعبين مجهود كبير تلاحم المواسم ده برضو بيأصل بشكل كبير على الفريق ولكن زي ما بقول لكم في قوام موجود كالتحسام البدري بيبقى حطه الاضافات القوية اللي حطها النادي الاهلي هذا الموسم شكلها مميز سواء بقى فكماني سواء اللي هو ماشنبي عشان نقول الاسم بقى مزوط من خلال طبعا قناة الاهلي ده هو اللفظ اللي قاله مبارح انا اسمي ماشنبي فبالتالي هو فكماني ماشنبي لعب الجنوب افريقي المنضم حديثا النادي الاهلي وليد ازارو عبدالله الشامي اللعب السوري المميز والمنضم حديثا ايضا النادي الاهلي وليد ازارو طبعا احنا قلنا عليه طبعا المحترفين علي معلول اجايه احمد اسلام محارب ايمان اشرف احمد الشيخ العائد للنادي مرة اخرى يعني مجموعة اللعبين شام محمد طبعا اللعب المميز اللي يعني كان ادى دور رائع او موسم رائع مع فريق مصر المقصة وهو ابن من ابناء النادي الاهلي طبعا شريف اكرامي زي ما احنا شايفين على شاشة واحمد عادل يعني وطبعا كلهم محمد الشناء طبعا من الحراس المميزين في الدور الممتاز زي ما احنا بنشوف دايما النادي الاهلي الموسم السابق كسر زي ما بقول ارقام قاسية كبيرة سواء بقى في حراس المرمى سواء بقى في عدد المباريات اللي يعني اللعبها ومخسرش فيها سواء عدد الاهداف سواء حاجات كتير جدا دائما النادي الاهلي بيبقى في المقدمة وبيكسر ارقام قياسية بشكل كبير عشان كده واحنا بنتكلم على تطور الكورة لازم يعني واحنا كنا بنتكلم على عدد او اللعبين المحترفين في مصر عدد وجودهم اربعة اتحاد الكورة زي ما بقول طلع بيان رسمي منذ قريل عشان كده معانا نجم مصر من نجوم النادي الاهلي